جمال كان هناك تقرير في صحيفة معاريف وقناة الرابع عشر أن الجيش يستعد لتوجيه ضربة استباقية ردا على تصاعد وارتفاع حدة العمليات التي تشهدها الحدود هذا يترافق إلى جانب أن الميدان مشتعل بهذه الأحداث أيضا هناك ضغط يمارسه رؤساء المجالس المحلية للبلدات الشمالية الذين يخشون تكرار سيناريو طفان الأقصى أو ما جرى في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل في مناطق الغلاف أن يتكرر هنا في الحدود الشمالية لم تخلى فقط مناطق الغلاف وجنوب إسرائيل أيضا هنا نتحدث عن إخلاء ملاقل عن 60 ألف إسرائيلي أخليوا تماما من 42 بلدة إسرائيلية وهم يعيشون الآن في فناضق بسبب هربا من تداعيات الاشتباكات والعمليات التي تنفذ على الحدود هناك مطالبات بأن الحرب على غزة قد تضمن الهدوء إن نجحت إسرائيل بتحقيق أهدافها المعلنة لهذه الحرب ولكن هنا من يعيد الهدوء إلى سكان الشمال خاصة وأن حزب الله موجود على الحدود المقاومة الفلسطينية موجودة ويخشون قوة الرضوان القوى الخاصة وقوات النخبة التابعة لحزب الله عمليا هناك تخوف هناك ضغط حتى أن رؤساء المجالس المحلية لم يقبلوا وقاطعوا جلسة ما نتنياهو بداخل الكريام مقر وزارة الأمن في تل أبيب لأنهم يريدون أن يأتي بنيمين نتنياهو إلى هنا ليشعرهم بأهمية ما تشهده هذه الجبهة وهجموه أن عدم مجيئه إلى هنا هو لإدراكه أن وصول بنيمين نتنياهو إلى هنا في ظل اشتعال هذه الجبهة هو يعكس أن هذه الجبهة هي عمليا منخارطة في إطار هذه الحرب ولكن لا ننسى أن منذ اللحظة الأولى جمال كانت إسرائيل تدعي أنها تريد أن تركز الهجوم على غزة تبقي الحرب على غزة وأنها تدخل جبهات أخرى والحديث هنا عن الجبهة اللبنانية تخشى إسرائيل توسيع رقعة الحرب تحديدا في هذه الظروف حتى اللحظة بعد مرور 37 يوما لم تحقق الأهداف التي تريدها في غزة فما بالك بالانتقال إلى حرب أخرى هنا وجبهة أخرى هنا هي على الأرض تقول أنها تنشر الجنود على الأرض تقول أنها ترد وتستهدف بناء تحتية عسكرية مجمعات عسكرية كل خلية أو مجموعة تحاول إطلاق قذائف مضادة للدروع مصيرات قذائف هون من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل تقصفها وتستهدفها في إطار محاولة الحفاظ على الوضع الأمني عند الحدود ولكنها تدعي أنها مستعدة للذهاب إلى المرحلة الأخرى في إطار هذه الجبهة إن استدعى ذلك هي تقول أن هذه الاستفزازات والمشاغلة التي مرسها حزب الله باتت عدوان وباتت اعتداءات ولا نعرف متى سوف يكون الخط الأحمر الذي يتجاوزه حزب الله بالأمس فقط سئل جلانت عن ما هو الخط الأحمر الذي سوف يدفع إسرائيل للذهاب إلى حرب أو هجوم على لبنان قال إنه عندما ترون أن إسرائيل تقصف بيروت وقتها هذا هو الخط الأحمر الذي تجاوزته أو المقاومة أو حزب الله وبالتالي إسرائيل نفسها لا تعرف هذا الخط الأحمر تريد تأمل أن تبقى الجبهة مفتوحة فقط في قطاع غزة لأنها غير مستعدة لربما أو غير قادرة على التعامل مع جبهتين جمال ترجمة نانسي قنقر